لا يختلف الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات على المناصب عن صراعهم قبلها ولكن على الأصوات وحتى المحسومة منها ميليشيا الحجد مثال على ذلك مصادر مطلعة تحدثت عن أزمة داخل تحالف الفتح الذي يمثل الميليشيات في البرلمان والحكومة تتلخص بخلاف شديد بين الميليشيات على تقاسم أصوات أفراد الحجد في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في البلاد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل الخلافات تحتدم بين كتل التحالف الذي يتزعم هادي العامري على تلك الأصوات وتحديدا الميليشيات التي لا ترتبط تنظيميا بأحزاب سياسية بما فيها ميليشيات الحجد العشائري وميليشيات أخرى تنتشر في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالا وفي أطراف بغداد صحيفة العربي الجديد نقلت عن مصادر سياسية قولها إن الصراع تصاعد بعد تحركات سياسية لعدد من الميليشيات التي تمتلك تمثيلا في البرلمان كميليشيات بدر والعصائب والسرايا وسرايا عاشوراء وجند الإمام وغيرها التي تعد أصوات أفرادها محسومة المصادر أكدت أن الخلافة ازدادت شدته بسبب تحركات لرئيس هيئة ميليشيا الحجد فالح الفياض في أثناء الشهرين الماضيين بقيامه بإجراء نقل قادة من الألوية التابعة للحجد وإعفائهم وتغييرهم واستبدالهم بآخرين مقربين أو تابعين لحركة عطاء التي يرأسها وتشارك في الانتخابات مما أثار حفيظة زعماء الميليشيات خوفا من حصاصهم في الكعكة الانتخابية هذا الصراع المحموم لا يكتصر على مكونات تحالف الفتح إذ إن مرشحين في تحالفات أخرى جنوبية ووسط العراق يسعون أيضا للظفر بأصوات أفراد الميليشيات ولسيما تحالف دولة القانون بزعامة نور المالك وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم التي ترى في حجد العتبات مغنما انتخابيا جديدا وبين هذا الصراع وما سبقه وما سيليه سيتساءل كثيرون عن جدوى انتخابات تحت حكم السلاح محسومة أصوات ناخبها المؤدلجين في حين يترك ما يراها مسرحية بانتظار التغيير الذي يصنعه الشارع اشتركوا في القناة